هنا ببلدية تسبيت بأضرار تقع قلعة حمد التي تعتبر أحدى المعالم الأثرية التاريخية غير المصنفة ما جعلها عرضة للإهمال هذه القلعة الأثرية رغم قجمها متوجدة على مستوى قصر حمد ببلدية تسبيت رغم قجمها ولكن للأسف الشديد أنها غير مصنفة لا بطني ولا عالمي ونشج من هذا المنبر الشروق نشج سيجان وزير التقافة ووزير السياحة للقيام بزيارة ميجانية لهذه المنطقة والاطلاع على ما تحويه من آتار مع العلم أنها كانت بها صخرة مكتوبة عليها نقوش غير معروفة أخذ بالعبرية أخذها للمستعمل الفرنسي تتميز قلعة حمد بممراتها الضيقة إضافة إلى موقعها الجغرافي وبنائها العمراني الأصيل هي فضاء متسع بحيث الجو فيها بارد في الصيف في حرارة الصيف تلاقي الجو فيها بارد وكان تلجأ لها الناس في الصيف قبل بجيء الكهرباء ويعني بارد الإنسان تفوت فيها رمضان كان لي ربما يصرر له بعض اليومين يرقل فيها معلبة اليومين وتبقى قلعة حمد في حاجة إلى التفاتة جدة من وزارتي الثقافة والسياحة لتصنيفها كمعلم ثقافي وسياحي بجنوبنا الجزائري ترجمة نانسي قنقر